بعد أن تأتهمتنا بالإرهابيين والتكفيريين هذا الخطاب لا يمكن أن نسمعه من رجل يعتقد في نفسه أنه رجل دولة ومقدم نفسه أنه رئيس لكل التنسيين هذا الخطاب لا يمكن سماعه اليوم ولا يمكن أن نخفر لمثل هذا العجوز المهترق الذي عهدنا منه أهلا بكم دائما على قناة فرنس فيكات الموعدكم الآن مع النقاش المغاربي هذا الموعد الأسبوعي الذي نتوقف فيه بالتحليل عند أبرز الملفات المغربية اليوم سنتوقف في الجزائر مع مراجعة الدستور وفي تونس مع نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفي ليبيا نتوقف عند التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية ومخاطر تقسيم البلاد يشاركني في نقاش اليوم أستاذ محمد جويلي مدير وحدة البحث في أنتروكولوجيا الثقافة العربية والمتوسطية في كلية الأدب في منوبة أستاذ علي قابوسة أستاذ مختص في الاقتصاد السياسي وعلي أيت جودي أصحفي والمحلل السياسي أهلا بكم جميعا سنبدأ من الجزائر من التعديلات الدستورية التي ينوي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة القيام بها بوتفليقة قال إن الجزائر تحضر لذلك بجدية وأنها مدركة بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض رغم أن المشاورات قطعها فصيل كبير في الواقع من المعارضة التعديلات المقترحة على الدستور تضمن تحديد المدى الرئاسية بخمس سنوات ويمكن تجديدها مرة واحدة بحسب المادة 20 من وطيقة التعديل الدستوري كما يمنع التعديل الدستوري نواب البرلمان من تغيير الانتماء السياسي بعد انتخابهم ويمنح الأقلية البرلمانية حق إختار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية مع الدستور والطعن في القوانين ومنح التعديل الدستوري مجلس الأمة للمرة الأولى حق تعديل القوانين التي تصادق عليها الغرفة السفلة ومنع المساس بحرمة حريات المعتقد وحرمة حريات رأيها هذا بعض من التعديلات الدستورية التي ينوي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفلقة إجراءها على الدستور بداية ما أهمية هذه التعديلات بالنسبة للحياة السياسية في الجزائر شكرا في الحقيقة أن الرئيس لم يعجل ولم يؤجل في عملية الدستور لكن أهمية تعديل الدستور بالنسبة لنا في الجزائر فها لديها أهمية كبيرة جدا وأعتقد أن كل الشرائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد شاركت في هذه الوثيقة الدستورية بالنسبة للجزائر وأعتقد لها عدة معطيات كبيرة جدا كيف شاركت الأبرز أخطاب المعارضة لم تشارك بطبيعة الحال هم أحرار في ذلك هم أحرار ولكن أن المعارضة قد بعثوا لهم ولم يشاركوا وأن الدستور لم يقبلوا ولكن كان الهدف الرئيسي للمعارضة فقط هو الرئاسية لأن حوالي أكثر تقريبا من 150 شخصية حزبية ومن جمعيات شاركت كلها في الدستور ولكن هذه فرصة أعتقد أن المعارضة في الجزائر تنصرت من أن تشارك لأن العملية تهمها وتهم الشعب الجزائري وبقوا فقط أن يبحثوا عن الرئاسة بالنسبة للجزائر وهذا غير ممكن أعتقد أن باب الرئاسة بالنسبة قفلة وانتهى أمره وحتى أن نلحق إلى 2019 يعني هذا مقاله في الواقع السعداني اليوم صدق سعداني في مقال صدق سعداني وهو من حزب الأقلابية وتكلم بهذا المنطق باعتبار أنه مندعى أول مندعى إلى المعارضة وأعتقد هذا الدستور هو ليحمي المعارضة في الحقيقة ولكن إذا كانت المعارضة تبقى متشنجة تبقى تبحث عنها أشياء مثل الرئاسة في الحقيقة وهو الهدف الرئيسي بالنسبة لها هذا لا يحل المشكلة فلا تتوقف الجزائر في هذه النقطة أبدا أعتقد أن الدستور الوثيقة ماشية والأمور انتعين كلها بخير ولكن أعتقد أن إن شاء الله في سنة 2015 من الربع الأول ستبان قضية الدستور محقا المعارضة الجزائرية في مقاطعة مشاورات تعديل الدستور أستاذ علي يقول أنه أصلا التعديلات تصب في مصلحة المعارضة طبعا هو كما تقول أهل مكة أدر بشعابة المضعية الجزائرية في الحقيقة معقدة ولكن أنا أعتقد أن مسألة تعديلات في الدستور هذه لم تطرح اليوم بمحظة صدفة وإنما بدأ بطفليقة في طرحها منذ توليه السلطة سنة 99 ثم بعد ذلك سنت تأخر هذا التعديل الذي تقول المعارضة أنه يهدف بالأساس لتثبيت سلطة بطفليقة دائمة حتى إلى مدى الحياة هذا ما تقوله الصحف وبعض التحليلات حتى التي تناولها بعد دارس العفو فأعتقد أن الرئيس كان للتشاور ولفتح المجال كان فخامة الرئيس يعني يريد إشراك مجموعة كبيرة من الشخصيات الكبيرة في البلاد ومن الجمعيات من أجل الترصيخ الفكرة العامة ومن أجل هذا أن يعالج هذا الأمر بالنسبة لقضية الدستور فقط أنا أردت أنه أجر التعديل في بداية الألفية الثالثة بدأ في إثبات اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة أساسية في البلاد وكان هذا مهم جدا بالنسبة لجزائر وما بعد ذلك وقعت تراخي نسبيا في هذا هو في أكتوبر على أعتقد 29 أكتوبر 2006 كان خطاب شهير البطفليقة الذي يبرر فيه سبب الذي لم يجعله أو لم يجعل الدولة في جزائر فقضية هذه الصيرورة والمسألة بتاع قضية الدستور هذه قضية عندها تقريب 15 سنة وأخرت بسبب العشرية وبسبب الوفاق الوطني وإعادة المسألة أكيد ليس لنا نفس القراءة للأعداث فتاريخ الدستور الجزائري مليء بتعدي ووضعه في داخل الثلاجة كلما كان في صالح الشعب الجزائري فأول دستور الجزائر فحين كان الأعضاء المجلس تأسيسي سنة 63 يناقشون الدستور الجديد اتخذ حزب الأفلان شلت بنبله وانتخب على الدستور الجديد خارج البرلمان في السينما مسمى بالماجستيك فهذا ما أدى إلى نفس الأحداث فقدم الاستقالة للمرحوم فرحة عباس لتسير الجزائر من طرف النظام الواحد فيه بدستور اشتراكي توجهي وثم بعد ذلك نفس الأشخاص الذين طب جيد اليوم الرجل يقول لكم اليوم الرجل يقول أنا مستعد لإجراء تعدلات دستورية قد تغير طبيعة ربما الحياة السياسية في الجزائر نفس النظام الذي يحكم الجزائر منذ سنة 62 إلى غاية اليوم هو الذي يقترح الدستير وهو الذي يدوس على ترامة الجزائر فبوتفريقة هو الذي عدّل الدستور سنة 63 يجب أن نقول شيئاً في سنة 63 الدستور الذي انتخب عليه الشعب الجزائري عبر استفتاء وانتخاب الشعب عدّله بوتفريقة عبر انتخاب برلماني فهو الذي فتح بأبواب الهوية وهو الذي جعل فتح العهدات وأصبح نظام الجزائري لا هواري آسي ولا برلماني ولا صلاحيات مؤسسات الجيش واضحة فكل شيء يسير وكأنه عائلة ملكية تملك الجزائر فلا دستور فالجزائر تساير النظام ولا تساير الشعب ليس له أدوات للدفاع عن هذا الدستور فكلما كان الدستور ضد النظام وكلما وضعه النظام داخل الثلاجة وخلق الدستور جديد ما الذي يمكن لبوتفريقة أن يفعله سوى تعديلات دستورية لكي يخفض صوت المعارضة قليلاً؟ لقد فتح العهدات حين كانت بصحة جيدة ثم اليوم أصبح مشلولاً ومؤسسات الدولة مشلولة أراد أن يرجعها كما كانت فلا مؤسسات أي مؤسسات قائمة والتقول أن الرئيس أقول بالهراء بذهاب والمؤسسات الأخرى تقوم بالهراء هيك لا سنفهم شيء إن سمحتم أستاذ علي قابوسة حق للمعارضة أن تقولي أن أربع فتح عهد فتح عهد العهدات في الحقيقة الآن الدستوري جديد نحن لا نحكو عن الماضي نحكو الآن الآن الوضع انتعنا الآن الآن سحرمت الرئيس أن تعديل حوالي 47 مادة معدلة الآن يعني تعديل واسع وجوهري أعطي الأستاذ علي آية جودي مادة ستطمئن المعارضة وتقول بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعددية وحرة ونزيهة وديمقراطية بناء على التعديلات الدستورية التي يتم العمل عليها أخبرنا ما هي المادة وماذا تنص وماذا تقول كثيرا من المواد الدستور ل 47 مادة عدلت الآن فيها حرية كاملة لا أحد يعلم بها فلنشر الدلال غير جهيزة ولم تعلم فهذه تنبؤات لك نعم هذه تنبؤات غير وقعية نسمع إلى الأستاذ علي قبو ربما لديك ربما لديك أن لحد الآن الجزائريون لا يعرفون المسودة أو الاقتراح الجزائيين يعني لدينا فكرة وذكر على الأحزاب هو صريحات الوثيقة عرضت عن الأحزاب وكل الأحزاب الجزائرية في حدية غير المعارضة وكل الأحزاب عطت طريها في المواد الدستور أين هي الأحزاب الغير المعارضة؟ باستثناء الأفلان والأراندي لا يوجدين أحزاب كلهم يعني الصراحة كل الأحزاب الجزائرية في المعارضة كل الشعب الجزائري في المعارضة يعني الصراحة أن الأفلان الذي يمنقل أغلبية هو معارض يعني كثيرا لو سمحتوم الضلمان الحالي ناتج عن تصوير فاضح لا لا فليهذا لا يمكننا أن تحدث حاليا عن الأغلبية أعطيني الدليل أنه أزوره أعطيني الدليل يا أخي اللجنة لو سمحت يؤسسي اللجنة الوزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات ما لنجيبه مين نظمنها على عكس تونس التي خلقت هيئة مستقلة عن الحكومة طيب شوي 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 على الجزائر ربما 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 فنحن صورتنا بدأت في شنة 88 دون أن نتذكر دون أن نتعرض في شنة 88 بدأت يعني قبل ذلك عبد السيدة قبل ذلك بكثير في أكتوبر 88 لا لا أرجع قبل هذا لا ثورة جديدة هناك ربيع البرباري ربما أنك أنت لا تعرف تاريخ جيدا لا لا أنا أدرى بتاريخ بلدي لا لا تعرف هذا خطأ هذه الصراحة الثورة الديمقراطية والثورة الشعبية وقامت في أكتوبر 88 أين أين سمحة في الدستور سنة 89 بإنشاء الأحزاب السياسية وقبل أكتوبر 88 كان النظام الأحادي أنا مترأ سأتركك تجيب فقط عن هذا الجزء أستاذ علي قبوصة بعد التذكير بعنوين هذه بعنوين الأخبار لهذا المسائز أهلا بكم مجددا إلى النقاش المغاربي أرحب بسرعة مرة جديدة بضيوفي محمد جويلي مدير وحدة البحث في أنتروبولوجيا الثقافة العربية والمتوسطية في كلية الأدب بمنوبة علي قبوصة الأستاذ المختصف اقتصاد السياسي وعلي أيد جودي الصحفي والمحلل السياسي كنا نتحدث عن الجزائر والتعديلات التي يزمع الرئيس الجزائري إدخالها أو إجراءها على الدستور أستاذ علي قبوصة سأعطيك الكلمة الأخيرة حول هذا الملف لأننا مضطرون للانتقال إلى ملفات أخرى أنت تؤمري اتفضل لأنه قبل قليل كنت تعترض على ما يقوله أستاذ لا أكلم التحليل أنت فقط قبل أن يأخذ الكلمة مادم هو ليأخذ الكلمة الأخيرة لأذكر السيد المحترم أن الثورة الشعبية ثورة المعارضة قامت أولا بعد الاستقلال في سنة ثلاثة وستين بزعمة حسين أيد حمد وبعد ذلك أتى الربيع البربري في تزوجه سنة ثمانيين فهذه كلها ثوارات شعبية ثم انتقل ثنين وثمانيين إلى وهران ربعة وثمانيين في أكسنطينا وثمانيين رجاء الثمانيين الثمانيين أين قتل ما يعادل ألف جزائري من أجل دستور جديد انتخب عليه الشعب الجزائري سنة في تسعة فبري تتوى عشر فبري تسعة وثمانيين فكل هذه ثوارات فنحن لم ننتظر الربيع العربي ولم ننتظر 2010 ولم ننتظر جزائري لا تقسم إلى بربر العربي لا فأنا لم أقسم الجزائري أراد أن أذكره بالتاريخ تاريخ تتوى عمر جزائري نعم فربيع انطلق منذ سن 63 واضح واضح أستاذ أستاذ علي أي جودي إنشيقاق ودروس في المواطنة أنا في المغرب الكبير في المغرب الكبير نحن في الشصال إفريقيا يفرع يا فتخم لك يفرع المغرب الكبير لسنا في حاجة إلى التقسيم كفانة تقسيما كفانة نعم ولكن هذا تذكير ليعلم الجميع لأن لأعلم أنا أقول هذا خطاب النظام لا في نظرة الشيد علي هذا خطاب النظام أنا أتشرف أن عندما يقول أنها ترمج أتشرف أنك ما يقول أنها ترمج واضح واضح ما تريد أن تقل أستاذ علي أي جودي سترد وسنختم هذا المغرب أنا أتشرف عندما تخطبني أنا أتشرف بالنظام الذي يحافظ على الدولة الجزائرية بكل أطيافها ولهذا أقول أن تعديل الدستور فهو خيار فهو رحمة على الجزائريين هذا التعديل الذي بدأ وكانت الأحزاب كلها الحقيقة إلا بعض الأحزاب التي طامعة في السلطة طامعة في الرئاسيات هنا طامعة في الرئاسيات ولم تطامق شيء لكن أقول أن هذا الدستور لو سمحوا أستاذ علي في 2015 سيكون الدستور زي سنخصص هذا الدستور هو الدستور وقائم المشاورات هذه المشاورات لو سمعتم لو سمعتم كثيرة جدا واضح أستاذ علي أستاذ علي أستاذ علي لو سمعتم كلهم شاركوا في هذه الدستور وأثنوا على هذه الدستور وأثنوا على فتحة المجموعة أنا لم أعد أفهم شيئا أن الرئيس صاحب العزيزي قد أثنى وحقيقة أثنى عن الشعب وخاصة ببعض الانتخابات واضح أستاذ علي أنا من التجربة التي نعيشها الآن في تونس منذ أربع سنوات والتجربة التي سنتحدث عنها يعني بعد قليل يعني لهي في ليبيا الجزائر يعني هي في سرعة المغرب الكبير يعني في شمال أفريقيا وكل ما نتمناه هو أن يعني أن الأمور تسير بشكل هذا وبشكل رسين وبعيدا عن التهييج والتجييج العاطفي دون ذلك أنا محايد هنا لست لا مع النظام الجزائري ولا مع المعارضة الجزائرية ولكن كتونسي ومعناها مهووس بما يقع في شمال أفريقيا فأني أخاف كثيرا على الجزائر أخاف على الجزائر في حد ذاته وكل فتنة في الجزائر أنا حقيقة أول من اتصل بالمعارضة وكان سيد أميل عام لحزب جمال حروطاني سيد عمر سعداني قد اتصل بالمعارضة واتصل بحسين آية أحمد وفاتح اليد إلى كل المعارضين من أجل الحوار ومن أجل التماسك ومن أجل وضع الجزائر اليوم سعيد دنيا هو معين من قبل المخبرات على رأس الناس أنا مترد الانتقال إلى موضوع المخبرات أي مخبرات لون المخبرات الجزائر هكذا كل دول العالم كلها مخبرات حتى يستمر الحوار بشكل هذا لأننا أطينا هنا لنتحاور حوار هذا وحوار رسين يمكن نتمدل أفكار يمكن نختلف لغي ذلك سنهدئهم بالملف التونسي أستاذ محمد سنهدئهم بالملف التونسي تونس طبعا وقراءة في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نتائج طبعا تأهل على أساسها الباجي قيد السبسي زعيم لداء تونس والمصف المرزوقي الرئيس المتهية وليات وإلى الجولة الثانية الفارق بسيط ست نقاط المرزوقي حصل على 33% ونيف والسبسي على تقريبا 39% ونيف سأبدأ معك أستاذ محمد جويدي مع الخطاب الذي تبنى كل من المتأهلين إلى الجولة الأولى ما رأيك في خطابات السبسي والمرزوقي والله على مستوى الخطاب كنا نأمل أن يكون الخطاب أكثر أنه خب تدفع إلى نوع من الصدام والتوتر الشعب التونسي المسكين الذي ضحب الغالي والنفيس في السنوات الأخيرة يدفع ضريبة غالية للصراع على الكرسي وعلى السلطة في تونس وهنا لا أستثني أحدا حقيقة لأن القضية تصور لنا في تونس وكأن مسألة انتخاب رئيس الدولة هي مسألة قضية حياة أو موت لهذا الشعب قضية انتخاب رئيس الدولة مسألة مهمة بالنسبة إلينا ولكن نحن انتخبنا مؤسسات أخرى انتخبنا برلمان فيه تقريبا كل الطيف السياسي ممثل فيه الليبراليون الممثلون خاصة بندى تونس يعني حازوا على نصيب الأوفر ثم بعد ذلك الإسلاميون لا خوف عليهم فهم حازوا على حوالي السبعين يعني مقعدة في هذا البرلمان اليسار كذلك ممثل يعني في الجبهة الشعبية هناك برلمان قوي هناك دستور جديد يعني فنحن ورئيس الدولة لن يكون رئيس الدولة كبنعلي أو حتى برقيبة يعني قبلها رئيس الدولة سيكون مقيد وتحت أعين المؤسسات الرسمية ما هو خطاب التجيش هذا الذي وصل إلى حد يعني قضية الشمال والجنوب والبلد يعني بلد صغير يعني تونس طبعا أنا تونسي وهذا ليس من الشغنية هذه هي الديمقراطية لا أما تجيش وخلق هذه الانقسامية ولذلك أنا العفو مع الأستاذ عندما كنت منذ حين أتحدث يعني على قضية البربر لماذا أزعجتني كلمة البربر يعني والواحد يعني لنا إحنا عدنا انقسامية كبيرة في هذا المجتمع الانقسامية الآن الذي يريدنا في تونس يجب التفكير أن الدستور التونسي لا يعطي بالبعد الأمازيغي لتونس وهذه مين أنا أعطيك رأيي أنا كتونسي وعربي لا لا أنا أعطيك رأيي في هذه المسألة أنا أعتقد فهي مدسترك لغة وطنية فقط وموجودة في المدارس أنت سألتني على الواحد خلينا نجاوبك خلينا نهدي النقاش وعندما يكون نقاش مثمر وعندنا مشاهدين يتفرجوا فينا خلينا نقدم نعطيك رأيي أنا على مسألة الأمازيغية أنا أعتبر أن اللغة الأمازيغية هي لغة أساسية حتى لو معترفت بها في الدستور هي لغة وهي جزء من تراثنا الوطني وإهانة كبيرة جدا أشكرو يعني إهانة كبيرة جدا الآن وهذا ينبغي أن تكون لنا شجاعة إحياء اللغات والحفاظ عليها ونحن في شمال أفريق لم نفعل شيئا من أجل الحفاظ على هذه اللغة وإحياءها إلى غير ذلك وأعتقد أن هذه بهمة وطنية لكل المثقفين الذين يمنونون بالتعددية هذا في المتعلم إذن ما قلتك هو أنا اليوم أصبح القضية قضية جنوب شمال ألورك تونس صغيرة جدا أنا كنت نتحكي وأنا الأخ وهذا مش للتحقير يعني لا صغيرة جغرافية لكن كبيرة أنت من لبنان لبنان أصغر من تونس لكن لبنان نعرف عظمت قوطة وربزيتة في العالم العربي مش هذا لكن على المستوى المساحة الجغرافية تونس راي جيكي ما شرق نتعى الجزائر أنا مشيت عمناول الجزائر وكنت نحكي معاه من وهران حتى الواحد عملنا 2500 كيلومتر تونس من بنزرة البنجردان 600 كيلومتر والآن يحب يخلقونا جنوب وشمال وشمال وضد الجنوب وهذه مسألة خط أحمر وقضية خطيرة جدا في البلاد وينبغي على كل المثقفين في تونس لا تحدث على الأحزاب لأننا نستم متميئ إلى الأحزاب أما كل المثقف الآن في تونس وكل وطني وكل إنسان يحب البلاد أن يتصدى إلى هذه المسألة لأن هذه مؤامرة كبيرة جدا على هذه الدموقراطية الناشئة في تونس نعم بالنسبة فقط القضية تونسية والآن حقيقة الآن الكفة بدأت بين السبسي أو البجبوج وبين المرزوبي حقيقة في اعتقد وتتذكرين يعني أني عندما كنت في أحد الاحساس هنا قلت أن الشعب التونسي راهن على نيدا تونس وتتذكري وكان أحد الإخوة من تونس دالي غير ممكن وراهن الحمد لله الشعب التونسي على نيدا تونس وأخذت تونس وأخذت نيدا لكن الآن المشكل في تونس أصبحنا خلال هذه المدة يتحور الأمر إلى عكس الآن قبل كنا قابلين بالصندوق اليوم بعض الناس غير قابلة بالصندوق وهذه مشكلة كبيرة جدا الآن المرزوبي مثل من مشقابل بالصندوق أليس مبكرا للقول أن هناك من لا يقبل المرزوبي غير قابل وأنا متأكد المرزوبي لاحظ حتى من خلال تصرفاته ومن خلال في أشياء كثيرة جدا تلاحظي كيف أن هذا الفوز الذي تخذه نيدا تونس ويقول أن نيدا تونس أنه متكون من من الدستوريين وإيش وهذه إشكالية الآن بدوا يلعبوننا في تونس على الوطر الآخر الوطر الجنوب الجنوب الآن يدعم المرزوبي أشياء عفو عفو لا لا هذه مشكلة فيها نعرات الناس الذين يريدون أن يقلبون الأوضاع هو وترتبق بالثبت وهذا يلعب عليها الشمال تونسي أفقر من الجنوب عفو والله يا أستاذ كانت أسمع لي كلمة واحدة في هذا المنطق أنا من الجنوب وجنوب وقعت تهميشه حقيقة في الخمسين سنة وهذا حقيقة لكن ليس أكثر تهميش من الشمال الغربي في القصريين في الشمال الغربي هناك فقر مدقع جدا بلت صح أنا في الجنوب أنا أعطيك أنا جيبيان يعني ليوربط ما بين تونس وطرابنس أنا أسلك هذا الطريق هو إهانة لكل التونسيين لأنه عبدات فرنسا في بداية القرن العشرين ونحن نعاني الأمرين من وصول الجنوب لكن هذا ليس مبرر ليس مبرر لخلق النعرات رجل الوحيد لا هو لا المشكلة لا المشكلة لنسبة أستاذ علي أي جدي يعلق على الخطابات المتأهلة أولا بودي أن أسمي على الفترة الانتقالية مدة ثلاثة سنوات التي جرت في ظروف مقبولة لماذا؟ لأن المجلس الانتقالي والمجلس السيسي توصلوا ولو بمدة عامين من التأخير إلى المصدقة على دستور توافقي هذا جيد هذا جيد الحاليا إلى غاية إجراء الدور الأول للانتخابات جرت الأمور بثلاثة خلينا نقول بثلاثة بظروف معقولة إلى أن بمجرد أن طلعت النتائج أولا لم تكن في السالحة المرزوقي نحن نعترف بماضي النظال للمرزوقي ولكن حاليا المرزوقي أصبح رهين في يد النهضة وأصبح رهين في يد لأن التبعية الاقتصادية التونسية أرغمت على طبق سياسي بعض الأشياء منها فهذه التبعية أصبح المرزوقي تابع لقطر لأن النهضة تابعة لقطر لمنظومة الإخوان المسلمين ف أنا فقط أشير في نقطة هذه ممتازة جدا بالنسبة السؤال المطروح الآن ما هو سبب انخفاض يعني المرزوقي لماذا لم كانت توقع أن المرزوقي هو الذي سيحصل على حتى في الليلة لم أتوقع ذلك تحصل على مئتين ألف مؤتمر تحصل على أربع نوار عفو مئتين ألف لكن أخطاء المرزوقي لن نتشجر على هذه المسألة بدون مساندة المرزوقي سمح عفو أخطاء المرزوقي هو رئيس دولة لمدة سنتين كانت أخطاء كبيرة جدا من بين الأخطاء أولا المرزوقي كان في العهد تم تسليم البغدادي المحمودي وعندما يصرح رئيس الدولة ويقول لا عندي علم ويقول موجود في حمام سوسة رئيس دولة لو أن استقال في ذلك اللحظة كان يحصل على شعبية أكبر شعبية أنا فأعتقادي مشكلة المرزوقي عفوا قضية أيضا قضية سورية بالنسبة للمرزوقي وتدخله بتدخل يعني كأنه في مرحلة انتقالية تونس هو تحدثت على تدخل كبير جدا حدثت على جزائر تأكلم الحرية خلونا تكلم على تونس على قضية يعني مصر يعني قضية بالنسبة يعني الرجل أسمح أكل صراح يجب أن أكمل الأفكار يعني الراجل أصبح مركزش على تونس وجيد واضح واضح باختصار حاليا هناك في تونس حرب بنيابة فهي حرب بين المرزوقي التابع للنهضة ولقطر وباجي السبسية المسادة من قبل الإمارات التابعة للسعودية فهناك حرب بنيابة داخل تونس والإمارات مش تابعة للسعودية الإمارات التابعة أنا أدري أنا إمارات دولة تابعة فهي سياسيا تابعة فأنا أدر بما أقول فالحرب حاليا في تونس هي حرب بين السعودية من جهة وقطر من جهة عبر السبسي والمرزوقي 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 أستاذ محمد جولي أريد أن أريد أن هل هذان الخطابات المتشنيشان يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى دورة عنف مثلا لأن البعض يخشى بالفعل إن بقيت حدة الخطابات على هذا المستوى بأنه ممكن أن يدخل التونسيون في مأزق أمني هل هناك تهويل بهذا الكلام نعم نحن رأينا في تونس حتى في الفترات السابقة يعني بعد انتخابات 11 أكتوبر يعني عفو انتخابات أكتوبر 2011 رأينا أن حدة التوتر كبيرة حقيقة لكن أدت فعلا إلى الاغتيالات ما نخشاه الآن هو أن هذا التوتر من جديد وهذا الدفع إلى التصادم وهذا التشنج المبالغ يعني يؤدي كذلك إلى العنف هذا ممكن ولكن أنا أردت فقط أن أشير إلى نقطة مهمة أو نقطتين مهمتين في الحقيقة في إطار الجدل أو في إطار الحوار يعني مع الأخوين يعني النقطة الأولى هو أنه لا يمكن أن نبسط الصراع الآن في تونس بين المرزوج والبجر السبسي على أساس أنه صراع بين كوائج نبي على المنطق أولا لأن الآن نحن أصبحنا يعني العالم شارع شارع في قرية يعني طيب جيد ولذلك ليس هذه اللعبة في تونس لكن الصراع هو صراع أساسي مع الأسف الشديد أن الدكتور المرزوجي أزمته هو أزمة كل المثقفين والكتاب العرب الذين يعني هرولوا إلى الكرسي وإلى السلطة أنا قرأت كتابات الأستاذ المرزوجي دعوة يستيقظ عنده كتاب الأسود وكتاب الأسود الأخير وهو يعني فيها الكتير من الجدل وأنا كتبت عليه في تونس يعني في حتى إلى غير ذلك فالمشكلة المثقف يعني يكون عنده مثل متع ديمقراطي إلى غير ذلك وعندما يصطدم بالواقع يجد أنه واقع بمارسة السلطة السلطة في حاجة لجمعها يعني التروفيسيونال في حاجة للسبس يمكن أن يكون في حاجة للسبسي لكن هناك العديد من التونسيين هناك هناك من العديد من التونسيين لا يرون أنفسهم لا في السبسي ولا في المرزوق رأوا في شخصيات أخرى وهناك ضحية الآن لا يتحدث عنها أحد في تونس يعني وهو الثورات التي تأكل في أبنائها وهو شخص جدير بالاحترام واحتضن الجميع ولكن لا يتحدث عن أحد هذه الأيام ونجيب الشابي مثلا وهو شخصية محترمة جدا وهو قريب من اليساريين والإسلاميين وكل الحساسيات السياسية ولكن هذه ضريبة السياسية ولكن لم يصوت له تقريبا الآن ينبغي أن الشعب أن يختار بين السبسي والمصف المرزوق فهمتني والأمور واضحة يعني لا خيار ثالث فهمتني ولكن السؤال أنا أحبز السؤال فقط يا أستاذ علي لو سمع الحزب منذ سنتين فقط وتحصل على هذا الكم الهائل يعني من والمرزوقي والحزب منتاع يعني كم سنة ويناظل ويوجد شابي أيضا كذلك حمل همامي كذلك مش إشكالية الجزائر الإيراندي ولد بشوارب والتحصل للأغلبية فنفس الظاهيرات جرى لا 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 تختلف بقي لأن قليل من الوقت في الواقع ربما سبع دقائق للملف الليبي ليبيا طبعا التدهور مستمر في الأوضاع الأمنية اليوم هناك حديث لي الليواء المتقعة خليفة حفتر مهندس ما يسمى بعمليات الكرامة كلام للكورييري دي لسيرا الصحيفة الإيطالية يمنح نفسه فيها ثلاثة شهور لطرد الإسلاميين وخصوصا أنصار الشريعة من بن غازي ومن ترابلوس أيضا سأبدأ معك أستاذ جودي هل يستطيع حفتر أن يحسم الأمور بهذه الطريقة هل هو قادر على استعادة بن غازي وترابلوس بثلاثة شهور ستة شهور هذا العسكر السابق والحالي أولا حتى يعني مكوثه في الدخل للطبق السياسي مشكوك فيه لأنه دعم من قبل قوات أجنبية وأدرج داخل الحقل السياسي في ليبيا لكي يشتت القوى الحية في ليبيا وحاليا نجح في إقحام ليبيا داخل دوامة من العنف لا أحد يمكن أن يخرجه هل يستطيع بعد أن أقحم ليبيا كما تقول في هذه دوامة العنف هل لديه من المقومات من ما يلزم ليربح معركة من هذا النوع بدون دعم الجزائر لو وبدون دعم مصر لا دخل في الجزائر لا وبدون دعم مصر لا 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 أحسن أنت لا 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 أرجوكم أنا قلت دون دعم من قبل الجزائر التي لا تريد التدخل في شؤون ليبيا. جيد ممتاز. وبدون دعم الشيشي فلا يمكن له أن يحجم الأمر ضد الإسلاميين. الجزائر أستاذ علي قبوسة هل يمكن أن تستجيب لاحظة لا 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 تقعد ترد وأرجوكم لا تضيع لك. أنا خبير في شؤون ليبيا وأعرف وهي جيد. من السلوم إلى زوارة ومن بغازي إلاغات. زنجة زنجة. أيضا خليفة حفتر. خليفة حفتر الأسف الشديد. عندما أنا أكلمني عن الجزائر الآن. الجزائر هي الآن تريد حوار شامل وكامل بالنسبة للليبيين. بعض الأطراف الأخرى هي تدمر في هذا الحوار. وهذا الليبيين في حد ذاتهم سوى فجر ليبيا تتمثل في مجموعة مسراطة. أستاذ علي. السؤالي هو هل حفتر ما الذي يجعله مليء بالثقة لهذه الدرجة لكي يقول أنا بحاجة لثلاثة ترابلس لا يستطيع لا يستطيع بهذا الشكل لأن هناك قوة أخرى قوة في مسراطة في طرابلس يعني قوة فجر ليبيا. يعني الموجودة يعني في هذه هذا النسبة. يعني باعتقادي في اعتقادي أن المسألة لم تحسم بالمسألة الليبية في حدثة. ما تحسمش الآن. مازال إلا يحسمها فقط الحوار الكامب بالنسبة لابد هناك أطراف وقلت وقلتها مرارا هناك أطراف بالنسبة لخليفة حفتر وهناك أطراف بالنسبة لفجر ليبيا. هذه الأطراف الخارجية عليها أن تلغط على هذه الأطراف لكي تخضحها للحوار الذي تدعى إليه الجزائر. لكي أن البلد الآن لاحظوا أن البلد راح إلى التقسيم. ماذا يريد خليفة حفتر؟ يريد برقة. ويقول أن يحسم ليبيا. لا يستطيع أن يحسم هذا الأمر. ولكن الآن الأمر في ليبيا تشعب. الآن عندما ضرب في القاعدة التمعتيجة في ترابلس. ويقول الثيني أن هذا رابط يعني للقاعدة هذه. أيضا المشكلة ما كيكلا. يعني إذا أردنا أن نحلل الوضع الآن في ليبيا. يعني هناك مسألة مهمة جدا. هو إعلان مجلس الأمن أن أنصار الشريعة هي منظمة إرهابية. وهذا يعطي ضوء أخطر له حفتر. هذا أعطى ضوء للحفتر ولكن هذا أربك يعني جماعة مصراطة وجماعة فجر ليبيا إلى غير ذلك. ثم هزيمة فجر ليبيا مؤخرا في كيكلا في الجبل الغربي. وهناك أصدروا بيان إعلامي وقالوا أن هناك تنقضات أصبحتها مجموعة فجر ليبيا غير متجانسة وأصبح فيها صراع داخلي. ثم أن هناك حتى في مجموعة مصراطة وهناك بيان لمثقفي مصراطة تجاه مثقفي شرق ليبيا إلى غير ذلك. أن جبهة مصراطة هذه التي تمحورت حول الإخوان المسلمين أصبحت تتصدع في شيء في شيء. لأن هناك زعيمة. هناك زعيم الآن بدأ يجنح إلى السلم والحوار اللي هو بشاغة اللي هو عبر عليه مؤتمر الغدامس الأول. وهناك الشقة الآخر اللي فيه بادي وإلغاء ذلك. وهو الشقة الآن مرتبك ولا يعرف بالضبط ماذا يفعل. فالقضية واضحة في ليبيا. لو القضية في ليبيا هو أن الناتو تدخل وكان تدخله حاسم يعني في إزالة معامر القذافي. ولكن بعد ذلك ترك البلد الفراغ وتركه لقمة سائقة لهذه المجموعات المسلحة تعبث به كما يجعل. الآن بدأت هناك استفاقة يعني متأخرة نسبيا لمحاوة يعني معناها إصلاح ما يمكن إصلاحها. وهناك طياران في الحقيقة دوليين يعني مختلفين. هناك الطيارة العفو البريطالي الأمريكي. اللي هو يدعو إلى الحوار. وهناك غدامس الثنين الآن. يعني الحوار سيتواسل. وهناك الشقة الآخر الشقة الفرنسي لأن وزير الخارجية الإيطالي قال أحنا مستعدين لتدخل المسلح. إذن هناك أين الحاسة في الجمهة. فقط نقطة. الحاسي أمس في طرابلس قال نحن لست مع الحوار. وحذر من تقسيم البلاد وقال أنه النفط يدخل في الصراح. ولكن الشعب الليبي المشرد. الشعب الليبي المشرد في كل مكان يريد الحوار. طيب. جيد. أستاذ شكرا لك. لا يريد الحضوركم. جميعا محمد جويلي مدير وحدة البحث في أنتربولوجيا الثقافة العربية والمتوسطية في كليات الأداف. إيمان نوبا علي قبوس الأستاذ المختص في الاقتصاد السياسي. علي أيد جودي أصحفي والمؤحل للأسياسي. شكرا لمشاركاتكم معنا اليوم في النقاش المغاربة. آسفة. انتهى الوقت. ابقوا معنا لو سمحتم على فرانسفان كاتر.